جابوا بقى خدت بقى لك انت كل الحملة مش عليا وعلى زمايلي ليه ما عملناش حاجة وانت لو قلت لي تعالي انا مصرية تقول لي تعالي في اي حتة حي بقى لك هروح حيية وبعدين قلت ترخير الدنيا ان هم صعدوا لكاس العالم ده زات لحظة وشورة لا خلينا ده جانب بقى صنع انت مش كوبر بقى خلينا ده الجانب ده نتكلم بتاع كوبر ولا بتاع توكتور بتاع مين اه انت مساميها توكتور عشان كوبر انا مش عارفة اسمه اين اسمه كوبر ده ده كوبر ايه هو كوبر وبعدين يا استاذ كوبر انت اللعيبة بتاعك وصياريني يعني مثلا في المصر اللي انا حضرته انت حضرت بتاع روسيا روسيا اه الروسيين يا استاذ وائل طوال اه طوال ام زي صنافور المحطة كده اه خدت بالك انت وارجوي كانوا اطول يا اخي واجه لعيبك حتى ده انا ما بفهمش في الكورة لو انا بقول لي موسيكي قاعد بيطبيه اللي هقوله بشويش عشان هوجهه انت اللعيبة بتوعك مش كلهم طوال عملين يلعبوا كور طويلة بتدولوا كورة بو ويحطها في الجول الله طب ما تقول لي لعيبك يلعبوا على الواطي عشان اللعيبة يقدروا يلاقوا نفسهم ده ايوب كتيرة جدا انا ما فهمش فيها الناس بتقول لا بس انت بتفهميها والله في الكورة لا يعني انا بصيت ما وضعتش الخطة لي ما اخدتش كورة ما انا كان نفسي بقى القرشوب تاني التوكتوك ده انا كنت عملت بقى الخطة يعني اعمل ايه يعني اللعيبة بتوع بتوع البلد دي روسيا طوال اه 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 ده صحيح وعشان كده روي مثلا هزمتنا بكورة سابتة انا مش فهم انا اتفقد طيب خطوة خطوة تاني يعني اولا حكاية الفنانين والهاء اللعبين وتفقدهم تركيزهم ده يعني مفيش فنان او فنانة او انت شخصان ما روحتيش خالص ولا حد مننا من زميل راحوا انا كمان بحكم على زميلي كان معي الاستاذ اشرف زاكي وكان معي مادام العلوي الهام شاهين بوسي شالبي كل اللي كانوا معانا في الاوتيل ما تحرقناش من غير بعض احنا تحرقنا مع بعض لا شفنا لعيبة ولا نعرف هما فين ولا عندنا فكرة ما تفهمش احنا تدبسنا ودخلنا في الموضوع ده ازاي انا ما اعرفش تدبس حد زاقوكو يعني لا ما زاقنا ده حد بيتسلة يعني مش لقى حاجة يقولها لا لا انا هقولك في غضب من الناس في جانب بس هخلي الجانب ده دلوقتي الجانب بس الاولين انت شايفة في قصوة في التعامل مع الفنانين لما بيروحوا مناسبات جادة زي دي وكأنه في زين الناس الفنان مش بتاعي احنا عايزين نكسب انتو مودين الفنانين ليه ايه يا استاذ واقل بقولك انا راصل البيبة هنا في مصر هما لما جات البيبة مصر البيبة اللي كان حطين العالم بتاعها في روسيا في النص الاول والعالم مصر الشيفة هي اللي بتدير اللعبة كلها في العالم طبعا ازاي لما جم جابولهم مين جابولهم في فا عبدو انا بقولك انا راصل البيب يوم ممكن ابعتلك الشريط تقدر تشوف حضرتك وانا راصلهم اه بس دي حفلة في فندو فندو طب جايين لي مين هما جايين ليه جايين بعد 30 سنة مصر انا راصت لهم هما دي مش كرة طيب ما قلت بعد بقولك انت راصلنا وجبتلنا الهزيمة ايه راصلهم وحتى اللعيبة زمان يعني طوله امرنا نعرف ان اللعيبة حتى لما كانوا يكسبوا يعملوا حفلات ويجيبوا اللعيبة لقصادهم اذا كانوا اجانب او كده انا احنا بنروح نورس ليهم عادي جدا انا شايف الموضوع متصعب قوي ومعمول حكاية من لا شيء احنا منزم بفيها خالص لا بنقولهم جبونا نورس ولا احنا قلنا له خدونا نشجع ولا احنا قلنا اكتحمنا حد ولا قلنا له شيء اللي اما دي حطالي على راسي انا عشان نشيء لا انا مالي انا مالي انا وزمالي نتحط في بوز المدفع ليه ما تدوروا على الغلطة الحقيقية في كاس العالم اللي احنا رحناه مش احنا لا فيه اخطاء كتير بس كان من بينها كمان الفشل في التنظيم والادار ومن ضمن هذا الفشل ان الناس بتشوف يا مدام فيفي هنا ان انت لما تبعت ناس تشجع يبعت مين يعني هو انا لما لبس لشركة سياحة شركة بتعمل اعلانات لبس لها التشيرت هو ده مش ستيم للمباعيات والدعاية قسم دعاية بالنسبة لهم ولا كان ايه يعني لو اي فنان منهم لبسنا التشيرت بتاعه ده معناه ايه وانا النهار ده لما بعمل اعلان لأي سلعة بعملها ليه اه انت شايفة يعني انك انت بتسافري وهم ده بالنسبة لهم الفنان يعني كأنه اعلان يعني بالزبط ايوه بس احنا في الجانب ده بقى خليني ايه دخلنا احنا في اللعبة بقى احنا دخلنا في بطورك مهو بس في الجانب ده ايه انت في كاسعالة فيه الاف الشباب كان نفسهم يسافروا كاسعالة يا استاذ وانا مش بيهدوء بس كل الناس ده مصر انت فاكر ان انا ولا ولا فنانين دولم اللي كانوا هناك ده ملايين ملايين جايين من كل انحاء العالم ايوه ما احنا شايفين يشجعوا مصر من حبوقه مصر ملايين بلايين مش ملايين هقولك ايه مش ده كله جعل حسابه يا استاذ ولا فيه حد جابه ايوه جعلة ما هو الجانب بقى هنا يا مدام فيه بعض يقولك يعني بعض الشخصات العامة يقولي يعني احنا لو شفنا فيه في عبده كده بتشجع فيه الاستاذ من نفسها ومن طلقاء نفسها وسفرت على حسابها الخاص خلينا بس اكمل كلامك هنا الناس هتقول والله ده يعني ده قمة الوطنية الست سفرت تشجع زي فيه عدد كبير من الفنانين العالميين عملوا كده يعني اه لكن البعض احنا اقولك ايه يعني هي فيه في عبده محتاجة انها تسافر مجانا اه طبعا انا كنت سفر شباب المتفوقين يا عمي ما كان سفره شباب المخترعين وانا قلت له تعالى سفرني ما كان سفره مخلصني من التهمة المميتة اللي انا عملتها كأن عاملة جريمة انا ما عملتش حاجة غير ان انا تيتي عبده ولازم يحمله القل على روزي انا لا انا عايز اقول يقصروا يقوله على المائك لا الفنان بيروح بمطال فخر في اي بلد في العالم بنتعزب في كل المناسبات الرسمية احنا بنتعزب في قلبيها وده فخر لأي حد ان الفنان يروح في اي حد يا استاذ وائل ليه احنا مش نكر يا استاذ وائل احنا حاجة مهمة جدا ايوة بس بس انا عايز اقولك حاجة لو انا رحت على حسابي او رحت او واحد اداني تذكاره وقالت فضالي الناس هتعرف منين اللي عايز يعمل اساءة هيعمل اساءة بشكل او اخر لكن انا شيء ما ليش زنب فيه انا اساسا ما بحبش قورة انا ما بحباش انا حب اللعبة الحلوة لو حد لعب اللعبة حلوة اقول الله لاني فنانة يعني زي ما قلتلك مثلا بصت في البلعب في الشاشة شايفة اللعبة بتوعنا معلش يعني انا اسفة في منهم القصير والطويل وكده وانا شايفة دولا يعني عمود نور قدامي فجالك على طول الحس الفني على طول ان ازاي احنا سايبينهم حتى يلعبوا الكرات الفابتة والطويلة وانا احنا قصيرين مش فاهمان لو بتقوله بتدي له الكرة بقى بيقوله حطها في الجون يعني انت طويل وبتدي له الكرة براسك فوق ادي تقاله بقى طب احنا زنبين احنا ايه وبعدين انت المدرب انت الرجل اللي بتدرب مش احنا ان فيه مدربين فيه مسؤولين عن الكرة مش احنا يكلموا الناس دي حزبوا الناس دي كان لازم يفرحوا الملايين العالم اللي ده فيه ده كله طيب وانت هناك لما جالكم اكيد بلغوكم انه فيه استياء من الناس وانت هناك عملتوا ايه انه فيه استياء ما كانش فيه استياء خالص غد بعد ما المطش خسر وبعدين قولنا لا 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 والله التعليقات قبل المطش لا انا ما عارفش انا ما عارفش كان عندنا تجربة في مطش مصر والجزائر في السودان بعتنا ايضا فنانين الناس شايفة انه يعني الناس مش يعني هنا بس ضد الفنان كانوا شايفين ان الفنان يستطيع ان يسافر على نفقاته الخاص الاعلامي كذلك يعيسي ده ديوم تماما التذكرة وفي عيده عني مش عاوزاهم وانا اطلت على جبلي تذكرة انا مش عاوزة لو كنت اروح يعني كورة ولا شبك انا راح اشجع بلدي انا مصرية لو قال لي تعالي جهنم هاروح وراه عشان انا مصرية اقولتلك اللي بيجرب دمي ده مش مية دم فلما يقول لي تعالي البلدك اقوله لا اه ادي لك انا تماما التذكرة عشان الناس بتتكلمش على ايه يا استاذ وائل ده واخد ناس كتير جدا من كل من كل العالم المصري اللي ممكن يروحوا عشان يشجعوا بلدهم وناس كتير جاية من كل الحياة العالم ايه دقل بقى فيتي عبدو فيه ناس اهو انت بتشجعي اهو ادانتي هنا في الاستاذ اهو بتشجعي انا عايزنا اتشجع ولا عايزنا اعمل ايه لا 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 هنا مفيش مشكلة محدش تكلم فيه هنا طبيعي انك هتشجعي وما لا يعني اعمل ايه ده بيقولك انا وطول الوقت بقى ارى قرآن بيقولك بطي ارى قرآن وما الكن عايزنا اعمل ايه اروح عن دياني اجيب لي برميل خمر احطه جنب اعود ازكر عشان باتفرج عالقورة ما انا لازم اقرأ قرآن دميل خواجهاني دميل الخواجهاني بتاع الخمور يعني كان جنبنا الروس بيزكره واحنا اعملين نيدي لك ربنا عاوز كده هنعمل ايه هنعمل ايه قضي الله وقضي حكمته طيب اه لما لما جالكوا بقى وانت هناك اتضايقتي يعني انا ما شفتش شريف مونير عمل فيديو يعني شريف مونير طبعا بعد ما حصل خسارة فبيقولهم يا جماعة احنا ما عملناش حاجة وده كان حقه ان فعلا احنا ما عملناش حاجة احنا زي هنا زي اي حد راح ما عملناش حاجة لا روح ولا زلبتونا وقلتوا اللعيبة واحنا لا شفنا لعيبة ولا شفنا حد ولا زي اقل ناس راحت حتى وحزنانين ورجعانين وشنا مكسور ده والله العظيم لو كانوا كتابوا لي عماير الدنيا دي كلها مش عاوزها ولا كسف كسرة زي دي لاني انا طول عمري ما حبش الفشل ابدا بس الاول مرة انا يحصل لي ده تحياتي تب وتخيل بقى لما يحملوك انت مسؤولية الفشل تخيل بقى ما تفهمش كاين انا مثلا كنت انا كورة اللي بقى لعفتوشتين ما انا مش فهم انا قاعدة